تونس تحيي الذكرى الرابعة والستين لانبعاث قوات الأمن الداخلي ورئيس الجمهورية يشدد على دور هذه المؤسسة الأمني والإنسانية وكالة التصنيف الاعتماني مديز تضع الترقيم السيدي لتونس قيد المراجعة وصندوق النقد الدولي يصرح بأن جائحة كورونا سيدفع تونس إلى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو في اليوم العالمي للتراث التكنولوجيا تتصالح مع الشعوب وتضع موروث العالم بين أيديها في ذل الحجر الصحي الإلزامية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخبارية تحيي تونس الذكرى الرابعة والستين لانبعاث قوات الأمن الداخلي تحت شعار قوات الأمن الداخلي الولاء للوطن والوفاء للشهداء وبهذه المناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب حيا خلاله مجهود هذه المؤسسة التي تقف في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة كورونا مؤكدا خلال موكب انتظم لتوسيم ثل من الأمنيين على أهمية الدور الأمني والإنساني لأعوان وإطارات الأمن الداخلية نحيي هذه الذكرى اليوم الرابعة والستين لنستحذر معنى الماضي بجراحة وأمجادة وسنوفيكم بكلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذه النشرة حال جاهزيتها تنطلق بداية من اليوم عملية إجلاء التونسيين العائدين من ليبيا والذين ظلوا عالقين على الحدود التونسية الليبية للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق متاخمة لمعبر رسجدير وذلك عبر دفعات ووفق ما كشف عنه ولي مدنين حبيب شواط فسيخضع العالقون إلى إجراءات أمنية وصحية دقيقة قبل مغادرتهم المعبر في اتجاه إحدى الولايات أين تم تخصيص فضاء للحجر الصحي الإجباري لإيوائهم وكان عدد يتراوح بين 500 و600 شخص من التونسيين العائدين من ليبيا قد احتجوا أمس باجتيازهم معبر رسجدير الليبي فاتجاه المعبر في جانبه التونسي للضغط من أجل إدخالهم إلى التراب التونسي بعد تأزم أوضاعهم المادية والصحية مع التوتر الأمني السائد أين كانوا يتواجدون وفي سياقنا متعلقنا بتنظيم رحلاتنا تؤمن عودة أبناء الجالية المقيمين بالخارج والعالقين حاليا في تونس إلى بلدان إقامتهم أكد المكلف بالأعلام بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي الإمام اليوم أن الأمر رهين فتح المجال الجوي بهذه البلدان موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا توجد إلى حد الساعة إحصائيات دقيقة حول عدد المهاجرين التونسيين الراغبين في العودة إلى بلدان الإقامة مؤكدا أن السلطات التونسية مستعدة لتنظيم رحلات العودة حال مبادرة البلدان برفع قيودها على السفر وكان عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج ممن عادوا في زيارات قصيرة إلى تونس وجدوا أنفسهم عالقين وغير قادرين على العودة إلى دول الاستقبال التي أغلقت حدودها ومجالاتها الجوية وكذلك الشأن بالنسبة لتونس وذلك في إطار إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا في آخر مستجدات الوضع الصحي في تونس أكد المدير الجهوي للصحابي أريان عبدالطيف الجامعي اليوم أكد ارتفاع عدد حالات الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد في الجهة لتبلغ 19 حالة وفي ولاية تطوين ارتفع عدد الإصابات أمس إلى 32 حالة بعد تأكد سبع حالات إيجابية وتبرز الأرقام تواصل تفشي الفيروس في الجهة ما يجعلها من أكثر جهات البلاد عرضة لهذا الوباء فيما كشفت تحليل في معتمدية بوسالم من ولاية جندوبا والتي أخذ علىها مصن في العقد السابع من عمره يوم أمس كشفت عدم إصابته بفيروس كورونا وفق ما أعلنته صباح اليوم خلية الأزمة الصحية بجندوبا ويشار إلى أن ولاية جندوبا لم يتجاوز عدد الإصابات المسجل بها إلى حد اليوم إصابة واحدة أما في ولاية كبيلي تم أمس تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لدى الإطارات الصحية في الولاية إضافة إلى 17 إصابة جديدة لدى الأهالي بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الجمالية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الجهة إلى 79 حالة وفي المستشفى الجهوي بزغوين انطلقت اليوم أشغال تركيز وحدة لتقصي فيروس كورونا بتمويل من رجل أعمال بالجهة وتتوفر الوحدة على عشر قاعات إقامة فردية بها أسر وبيت السحمام وقاعة عيادة مجهزة بآلات التقصي وأخذ العينات وقاعة انتظار وكان مجلس الأمن القومي تدارس الوضع الوبائي في تونس وقرر في ختام اجتماعه التمديد في الحجر الصحية الشامل على أن تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك وتم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان وسيتولى رئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار الأمر المتعلق بذلك كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص التخفيف التدريجي للحجر الصحي في الفترة اللاحقة وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزرات المعنية الأعلان عنها كما أوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم وفي خضم أزمة كورونا التي تعصف باقتصاديات العالم أعلنت وكالة التصنيف موديز عن الإبقاء على الترقيم السيدي لتونس في مستوى با 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض مشيرة إلى أن فترة المراجعة تمتد ثلاثة أشهر أي أكثر من الفترة المعتدة تعيش تونس كغيرها من دول العالم التي تأثرت من وباء كورونا ركوداً اقتصادياً غير مسبوقة ما أدى إلى تصنيف وكالة موديز للترقيم السيدي لتونس في مستوى با 2 مع أفاق للتخفيض عند المراجعة وأكدت الوكالة أن فترة المراجعة للترقيم السيدي ستمتد على ثلاثة أشهر وستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على إدارة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية وترسل واموديز بهذا القرار رشارة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة يمكن أن تغير الوضع الأتماني للبلاد ومع ذلك قالت الوكالة أنها لا تتوفر لديها معلومات كافية لتقييم ما إذا كانت المخاطر السيادية التونسية ستزداد سوءاً خلال الأشهر القادمة وفي بلاغها فسرت موديز تمظهر الصدمة الاقتصادية التي تتجلى عبر ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض للعائدات السياحية وطباط إن واضح لنمو الناتج الداخلية الخام ما سيؤثر سلباً على موقع تونس في الخارج ويثقل مديونيتها وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق أن ميزانية تونس تحتاج إلى تمويل بقيمة 4.9 مليار دينار لتزديد دفعاتها وجاء أيضاً في تقرير صندوق النقد الدولي أن جائحة كورونا ستعمق عدم التوازن الاقتصادية بما سيدفع البلاد إلى الدخول في نسبة عجز غير مسبوخ في النمو بـ 3.4% من جهتها التزمت الحكومة التونسية بالحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الأشور في الوظيفة العمومية وبالعودة إلى مناسبة أحياء الذكرى الرابعة والستين لانبعاث قوات الأمن الداخلي تحت شعار قوات الأمن الداخلي الولاء للوطن والوفاء للشهداء أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب حيا خلاله مجهود هذه المؤسسة التي تقف في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة كورونا مؤكداً أهمية الدور الأمني والإنساني لأعوان وإطارات الأمن الداخلي وإليكم فعليات هذا الموكب وكلمة رئيس الجمهورية بالمناسبة يشرف سيادة رئيس الجمهورية على الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي بسم الله والحمد لله أيها الإطارات أيها الضباط وضباط الصف والأعوان نحيي هذه الذكرى اليوم الرابعة والستين لنستحذر معن الماضي بجراحة وأمجادة ونتطلع معن إلى المستقبل بآماله وأحلامه يغيب عن البعض أو يغيب البعض دوركم الإنساني فأنتم فأنتم الذين تفتدون بحياتكم بأرواحكم المواطنين وأنتم الذين تتقاسمون وأعي جيدا ما أقول تتقاسمون غذاءكم مع عددا من المواطنين وأنتم الذين تتفقدون أحوالهم بالليل وأنتم الذين تقفون تحت أشعة الشمس وتحت الأمطار أنتم الذين تواجهون الجريمة منظمة كانت أو غير منظمة وأنتم اليوم مع قواتنا العسكرية ومع الأطباء والإطار شبه الطبي الذين تواجهون في الصفوف الأولى هذه الجائحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر minus إذن مشاهدين الكرامة ما كانت هذه مواكبة لموكب أحياء الذكرى الرابعة والستين لانبعاث قوات الأمن الداخلي تحت شعار قوات الأمن الداخلي الولاء للوطن والووفاء للشهداء تحت في تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للتراث في وقت ترزح فيه تحت وطأة فيروس كورونا الذي حال دون تنظيم التظاهرات الخاصة بهذا اليوم لكن التقنيات الحديثة ووسائل التواصل شكلت اليوم العنصر الأبرز في الانفتاح على العالم في زمن الحجر الصحي الشامل ومكنت الأسر والعائلات من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي أغلقت وقاية من وباء كورونا اليوم العالمي للتراث الذي تخليده مختلف دول العالم يشكل مناسبة لإبراز غنى التراث الثقافي المادي واللمادي وتنوعه الذي تسخر به مختلف ربوع الكرة الأرضية ويمثل شاهدا حيا على أصالة التاريخ وعراقة الحضارات التي خلدت وراءها كنوزا حية ونفائسا قل نظيرها فالاحتفاء بهذا اليوم كان بالأمس القريب مناسبة لفعاليات وتظاهرات تحاكي التراث الإنساني لكن اليوم غابت فيه مظاهر الاحتفال وسكنت فيه الحركة الثقافية والعلمية وأصدت أبواب المتاحف والمعالم الأثرية أمام الزائرين والسياح في خطوة وقائية من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 المستشري في أرجاء العالم تونس بدورها كسائر دول العالم لم تكن بمنأة عن هذه الإجراءات لكن وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في مختلف دول العالم التي خلناها أثرت سلبا على الأسر كخلايا صغرى للمجتمعات وباعدت فيما بينها ها هي اليوم العنصر الأبرز في الانفتاح على العالم في زمن الحجر الصحي الشامل إذ وضعت محركات البحث الكبرى العالم بين أيدي الأسر ومكنتهم من زيارة متاحفه وكل تراثه وهم وراء الأبواب المغلقة كما سافرت بهم في أرجاء هذا المخزون التراثي هكذا باتت الشبكة العنكبوتية النفذة الوحيدة للعالم لاكتشاف معاليمه الأثرية والاطلاع على كنوزه التاريخية ومرآة تحاكي حضارات وحقبات تاريخية متعاقبة على مر الأزمنة فتحت الشعار أقعد في دارك تراث الكنزليكو لصغارك تنطلق اليوم في تونس الفعاليات الافتراضية لهذه التظاهرة تزامنا مع اليوم العالمي للمواقع والمعالم لتتوصل إلى غاية الثامن عشر من ماي المقبل الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمتاحف وتتناول هذه التظاهر التراث الثقافي الوطني في مختلف أشكاله وتجلياته بالإضافة إلى عرض أشريطة وثائقية تهتم بالتراث تعريفا ومحافظة وتثمينا لما تسخر به تونس من ثروات تاريخية وتراث إنساني متنوع لتفتح أبواب المتاحف المصدى والمواقع الأثرية افتراضيا في مختلف بقاع المعمورة وتحضر معنا في الأستوديو المدير العام لدار الكتب الوطنية رجاء بن سليمة سيدة بسليمة في البداية شكرا على قبول الدعوة إذن ما فعله فيروس كورونا بالعالم جلي خاصة في المجال الثقافي لكن أيضا ما قدمته وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وضع تراث العالم بين أيدي الناس وهم في حجرهم الصحي إنجاز تقنية كبير فأين المكتب الوطني من كل هذا؟ طيب لكل أزمة إيجابيات هذه الحياة هي خاضعة لهذا الجدل ومن إيجابيات هذا الفيروس المستجد أن الأزمة تضعنا أمام مسؤولياتنا ومن أهم المسؤوليات الرقمنا والاستثمار في الرقمنا لأن الرقمنا تصلح لأمور كثيرة تجعلك حاضرا دون أن تكون حاضر يعني تجعل الكتاب متاحا لك وأنت بهد عنه ثم تترك الأثر ثم تجعل محتويات الثقافة ظاهرة للعالم أجمع المكتب الوطني منذ سنوات تستثمر في الرقمنا نحن بصدد رقمنا التراث التونسي المكتوب وبصدد إتاحته في سورة PDF على الموقع المكتبة على الأنترنت وكذلك على صفحتي على الفيسبوك في امتظار المشروع المهم الكبير الذي نعمل عليه وهو إطلاق مكتبة وطنية افتراضية سيكون هذا بعد بزعة أشهر إن صارت الأمور على ما يرى نعم هل من مساعي لبعث مشروع مثلا وطني لتحميل أكثر ما يمكن من المضمين المكتوبة والعنوين والمخطوطات التي ترزخ أو تسخر بها دار الكتب الوطنية على محامل إلكترونية في مواجهة خاصة لتراجع نسب الإقبال على المقرؤ هناك مباحثات بين دار الكتب الوطنية ووزارة الثقافة للإسهام في تطوير منصة لإتاحة المواد الإلكترونية لذوي الإعاقة البصرية أين وصلتم في هذه الخطوات؟ نعم نحن نتيح كل الكتب التي سقطت في المجال العام يعني التي تجاوز التي مر 51 عاما على وفاة مؤلفها هذه التي تسمع دون لدومين بيبليك لا يحق لنا إتاحة الكتب الحديثة ولكن بما أن تونس قد انضمت إلى معاهدة مراكش التي يعني تستثني تفرض بعض الاستثناءات على حقوق التأليف قصد تمكين دول الإعاقة البصرية خاصة من مصادر المعرفة فإننا بدأنا انضممنا مؤخرا إلى منصة اسمها ABC وهذه المنصة تتيح 600 ألف كتابا على الحوامل التي يستطيع المكففون وضعاف البصر الاطلاع عليها المطلوب هو التعاون بين وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية والمؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاور واتحاد الناشرين واتحاد الكتاب من أجل تفعيل اتفاقية مراكش أي من أجل إتاحة أقصى ما يمكن من الكتب لذوي الإعاقة البصرية مع ضمان حقوق التأليف مع تعهدنا كمكتبة الوطنية بأن نمنع التجاوزات في مجال حقوق التأليف نعم سيدة بن سلامة أنت تحدثت عن المحامل الإلكترونية فأي جهود للمكتبة الوطنية لوضع كل موروثها على ذمة الناس نحن وضعنا تقريبا إلى حد الآن 150 كتابا من الكتب التي ليست فيها حقوق وقلتها في المجال العام أو الكتب التي أصدرتها وزارة الثقافة ولأوة أصبحت مفقودة في السوق وقد أخذت ترخيصا من الوزارة في رقمنتها وإتاحتها كل المخطوطات سنتيحها لدينا ألف من المخطوطات المصورة سنتيحها تدريجيا ولكن انتلاقا من مقر المكتبة بعد العودة سيصبح 600 ألف كتابا متاحا لذوي الإعاقة الذين سيأتون إلى المكتب التي لي عليها ونحن ساهمنا في هذا المجهود الذي تقوم به في حقيقة المنظمة الدولية لحقوق المؤلفين هي التي تشرف على المنصة ABC نحن ساهمنا مع جمعية إبصار في إنتاج 67 كتابا تونسيا هذه الكتب التونسية ستكون لأول مرة متاحة لكل مكفو في العالم نعم السيدة رجاء بن سلامة المدير العام لدار الكتب الوطنية شكرا لك على هذه المعلومات ونشكر حضورك معنا في الستوديو والتبقي معنا سيدة بن سلامة لنسير في جولة إلى المتحف الوطني بباردو فاليوم العالمي للتراث لأول مرة منذ إقراره منذ 37 عاما يأتي في وقت قررت فيه حكومات ودول العالم غلق أبواب المتاحف والمواقع الأثرية أمام زوارها وروادها خطوة تماشت مع الإجراءات الاحترازية ضمانا لصحة وسلامة الزوار والحد من التجمعات الكبيرة تونس وعلى غرار دول العالم أغلقت متاحفها ومنعت زيارات مواقعها الأثرية غير أننا سنأخذكم في هذه الزيارة بما أوتيح من الصور وهي من الزيارات الافتراضية التي يضعها المتحف على المحامل الإلكترونية نتابع في هذا اليوم يصحذر الباحثون والمولعون في الثقافة والتاريخ الذاكرة الوطنية التي يختزلها متحف باردو هذا المعلم الذي يقتنز على مخزون متعدد بتعدد الحقب التاريخية التي مرت بها تونس يقعه بالقصر الحسيني الذي شهده في بداية القرن الثامن عشر شهده على التراز العربي الإسلامي وفيه تزاوج مع المعمار الأوروبي وخاصة الإيطالي يضم أكبر مجموعة من الفسيفوساء في البحر الأبيض المتوسط كما أنه يتضمنه لوحات فريدة بل واحدة في العالم معلم في حد ذاته معلم تاريخي مرتب وأيضا يعني هو قصر للبي يعني هو من ناحية الجمال الهندسي والتابع المعماري اللي فيه تابع يعني خاصة تابع متوسطي فيه تأثير الحضارات المتوسطية الكل وفيه ثمونتاش مائز هذا نرقاوه يعود يرجع لكم إن شاء الله بما أنه هو معنتها أكبر متحف وأول متحف يعني على السعيد المحلي أروقة متحف باردو الوطنية التي كانت تعوج بزوارها من السياح وروادها من التونسيين ممن يستكشفون ترث تونس الثري والمتنوع بدأت اليوم فارغة يسودها الصمت الذي يتماهى ومحتوياته قرار الغلق لم يكن اختيارا ولكنه خطوة احترازية لسلامة الزوار من عدو الفيروس قرار تسببا في إلغاء المواعيد الثقافية المتنوعة المرتقى بتنظيمها في مختلف المتاحف والمواقع الثرية ثلاثة شهر الترث نحن في الشهر هذية عنا يعني يسر يكون معنا تفهم أنشطة ثقافية مختلفة معنا احتفاف على كم الترب الجمهورية معنا تعمل في البقايع الكل يعني في المواقع في المعال في المتاحف في الكل ومتع البلاد التونسية عنا أنشطة ثقافية وأنشطة يعني لكلها محتويها على التراث المادي واللي مادي زوز يعني على هذيك السناء معناتها اخذيت الوزارة الثقافة يعني قرار معناتها بش يكون شهر هذية فيها أنشطة لكن بدون حذول لن يفتح متح باردو للعموم لكنه سيتحول افتراضيا للشغفين بالثقافة وزيارة المتاحف والمواقع الثرية عبر الانترنت فرصة ثمينة تتيحها وزارة الثقافة هدفها المصالحة الثقافية لأولئك الذين ليسوا يوم التاريخ أو التراث بنوعيه المادي واللامادي السناعات الرقمية بما فيها كزيارات افتراضية بما فيها تطبيقات يعني على الهواتف الذكية على اللوحات الرقمية العديد من المحاذرات بش يقوموا بها يعني مختصين في المجال المعماري والتراثي وكل يعني بش يقوموا بمحاذرات بش نقوموا بثها وأيضا عنا يعني كزيارات افتراضية للمتاحف والمواقع أغلاق احترازي مؤقت للمتاحف والمواقع عبر العالم وضع له بديل فيمكن للثقافة أن تتجول في العالم الافتراضي وتستغل الانترنت لتثري الزاد المعرفي لرواد الثقافة والتاريخ دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجدة وقال أنطونيو جوتيري سلامين العام للأمم المتحدة أن العالم بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير اللقاح ضد كوفيد-19 الذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكانه كما دع الأمين العام للأمم المتحدة الدائنين إلى تعليق واسع لسداد ديون البلدان النامية وأن لا يقتصر هذا التجميد على الدول الأشد فقرا محذرا من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجمي عن جائحة فيروس كورونا يواصل فيروس كوفيد-19 انتشاره السريع بأغلب دول العالم مع أعلان السلطات الصحية فيها عن إصابات جديدة بلغ أقصها في الولايات المتحدة التي سجلت منذ ظهور الوباء بها أكثر من 700 ألف حالة وقد أعلن الرئيس الأمريكي دولانت ترامب أن بلاده تجاوزت مرحلة ضروة الإصابات تواصل الفرق الطبية في أغلب دول العالم مكبادتها لتطويق انتشار وباء كوفيد-19 الذي فتك وما يزال بألاف الأرواح أغلبها في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرورا إحصائيا جراء الفيروس مركز علوم وهندسة النظم في جماعة جونز هوبكينز الأمريكية أشار إلى أن عدد الإصابات فقى اليوم 700 ألف مع تسجيل حوالي 7 ألاف حالة وفاة أغلبها في نيونيورك الرئيس دونالد ترامب أعلن رغم ذلك أن ذروة الوباء في بلاده قد مرت مؤكدا في مؤتمر صحفي أن إدارته ستفتح الاقتصاد الأمريكي مع توخي معايير السلامة وفي أوروبا شهدت ألمانيا رابع يوم على التوالي من الزيادات في حالات الإصابة بالفيروس بأربعة ألاف حالة جديدة ليصل إجماليها إلى 138 ألفا توازيا مع تصاعد الوفيات إلى 240 حالة وفق بيانات معد روبيرت كوخ للأمراض المعدية اليوم من جانبها ذكرت السلطات الصحية الإسبانية أن عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة خلال ساعات الأربع والعشرين الأخيرة في البلاد سجل ارتفاعا بأكثر من خمسة ألاف حالة جديدة اليوم فيما سجلت مدريد أكثر المناطق المتضررة 7 ألاف وسبع وفيات أما في بريطانيا فقد حذر اليوم المنصق الوطني لبرنامج فحص فيروس كوفيد-19 البريطانيين من شراء اختبارات غير معتمدة للأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بهذا الفيروس على النطاق الأسيوي أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وقالت وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 4632 حالة في الأثناء أكدت وزارة الصحة في سنغافورة رصد 942 إصابة جديدة بالفيروس المستجد اليوم لتسجل رقما قياسيا جديدا للزيادة اليومية في عدد المصابين في أخبار الرياضة وبعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فتح فريق توتنهام هوتسبير رسميا أبوابه لمرضى خدمات العيادات الخارجية من خلال تهيئة أجزاء من الملعب الجديد لتكون بمثابة سعة إضافية لاستقبال المرضى كما تم فتح مكان انتظار السيارات بالطبق الصفلي لإخضاع موظفي مستشفى المدينة وأسرهم لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا بمعدل سبعين اختبار في اليوم كما تم تحويل المدخل الخاص بالإعلاميين والمقهى إلى منطقة استقبال للزوار وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها تونس تحيي الذكرى الرابعة والستين لانبعاث قوات الأمن الداخلي ورئيس الجمهورية يشدد على دور هذه المؤسسة الأمني والإنسانية وكالة تصنيف الاعتماني موديز تضع ترقيم السيادي لتونس قيد المراجعة وصندوق النقد الدولي يصرح بأن جائحة كورونا سيدفع تونس إلى الدخول في نسبة عز غير مسبوق في النمو في اليوم العالمي للتراث التكنولوجيا تتصالح مع الشعوب وتضع موروث العالم بين أيديها في ظل الحجر الصحي الإنزامية ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا على تيب المتابعة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء